بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وحدَّثنا قُتيبة بن سعيد حدَّثنا سُفيان عن صالح بن كيسان يريد المسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر وحدَّثنا بن أبي عمر واللفظ له حدَّثنا سُفيان حدَّثنا صالح بن كيسان قال سمعتُ أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعتُ أبا قتادة رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة اسم مكان فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرتُ بأصحابي يتراؤون شيئاً يعني يرون شيئاً فنظرتُ فإذا حمار وحشٍ فأسرجتُ فرسي وأخذتُ رمحي ثم ركبت فَسَقَتَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ نَاوِلُونِي السَّوْطِ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فنزلتُ فتناولتُه ثم ركبتُ فأدركتُ الحمار من خلفِه وهو وراء أكمه إجاب الصغير فطعنتُه برمحي فعقرتُه فأتيتُ به أصحابي فقال بعضهم كُلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحرَّكتُ فرسي فأدركتُه فقال هو حلال فاكلوه المحرم لا يجوز له أن يصيد فأبو قتاد لم يكن محرما فصاد وأصحابه محرمون والمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يعين على الصيد وأما إذا صاد الحلال لنفسه وأعطى المحرم شيئاً وهو لم يُعِنه ولم يُشر له فيجوز للمحرم أن يأكل منه إذا كان لم يُعِن على الصيد وأما إذا أعان على الصيد فلا يجوز له أن يأكل وحدَّثَنا يَحْيَى بن يَحْيَى وحدَّثَنا يَحْيَى بن يَحْيَى تَخَلَّفَ مع أصحابٍ له مُحرِمين وهو غير مُحرِم فأبو قتادة رضي الله عنه فرآ حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يُناولوه سوطه فأبوا عليه لأن المحرم لا يُعين على الصيد فسألهم رمحة فأبوا عليه فأخذه ثم شدَّ على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله لأن أبا قتادة كان غير مُحرِم وصادة صادة لنفسه والمُحرِمون لم يُعينوه بشيء فحلَّ لهم أن يأكلوا منه أما إذا صاد المُحرِم أو أعان على الصيد فلا يجوز له أن يأكل من الصيد وحدَّثنا قُتيبة عن مالِك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمال الوح مثل حديث أبي النظر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٍ وحدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِي حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُهِشَامِ حدَّثَنِي أَبِي عن يحيى بن أبي كثير حدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَ قال انطلق أبي أبو قتادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حينما قدم معتمراً وصدَّه المشركون فأحرم أصحابه ولم يحرم أي أبو قتادة رضي الله عنه وحدِّثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدواً بغيقة اسم مكان فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبتته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني لأن المحرم لا يعين على الصين فأكلنا من لحمه وخشينا أن نُقططع يعني العدو يقطعنا فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفِّع رأس فرسي شأواً يعني أسرعه وأسير شأواً فلقيت رجلاً من بني غفار في جوه الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن اسم مكان وهو قائل السقيا اسم مكان فلحطته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يُقططعوا دونك يعني العدو انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصدت أي صدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كُلوا وهم محرمون لأن أبا قتاد غير محرم وهم لم يعاونوه ولذلك حل لهم أكله وأما المحرم فلا يجوز أن يصيد ولا يجوز للمحرم أن يعين على الصيد حدثني أبو كامل اليحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل أي جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة رحمه الله فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة رضي الله عنه فعقر منها أتانا أي أنثى فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة رضي الله عنه فعقر منها أتانا أي أنثى فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أمره ونصيد أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فاكلوا ما بقي من لحمها فدل على أن أنه لا يجوز أن يعين الصائد لا يجوز للمحرم أن يعاون على صيد الصيد هل منكم أحد أمره أن يصيد أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فاكلوا ما بقي من لحمها وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها وفي رواية الشعبة قال أشرتم أو أعنتم أو أصدتم قال شعبة لا أدري قال أعنتم أو أصدتم فلا يجوذ للمحرم أن يصيد ولا يجوذ له أن يعين الصائد أو يشير له حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو ابن سلام أخبرني يحيى وأخبرني يحيى أخبرني عبد الله ابن أبي قتاد أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية سنة ست من الهجرة قال فأهلوا بعمرة غيري أي أبو قتاد لم يحرم قال فاستدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندي من لحمه فاضلة فقال كُلوه وقد الله بن أبي قتاد أن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتاد رضي الله عن محل أي غير محرم وساق الحديث وفيه فقال صلى الله عليه وسلم هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو لحوص حاء وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جريل كلاهما عن عبد العزيز بن الرفيع عن عبد الله بن أبي قتاد قال قال كان أبو قتاد رضي الله عن في نفر محرمين وأبو قتاد رضي الله عن محل أي غير محرم واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم؟ أشار له إلى الصيد أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فاكلوا فلا يجوز للحلال أن يصيد أو يعين على الصيد أو يشير حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريل أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم أي محرمون فأهدي له طير وطلحة راغد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا كان لم يصد ولم يعين جاز له أكله وأما إذا أعان على الصيد فلا يجوز له أكله فالصيد من محظورات الإحراب حدثنا هارون بن سعيد على أيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمية عبيد الله بن مقسم يقول سمية القاسم بن محمد يقول سمية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كله النفاس يقتلن في الحل والحرب الحداء والغراب والفأر والكلب العقول هذه الدواب يجوز للمحرم ويجوز في الحرم أن يقتلها لأنها مفسدة الحداء طير معروف والغراب كذلك طير والفأر معروفة والكلب العقول هذه الدواب يقتلها المحرم وفي الحرم لأنها مؤذية قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغرها كذلك الحية تقتل المحرم يقتلها لأنها مؤذية وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثناء وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمية قتاد يحدث عن سعيد ابن المسيب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحيّة والغراب الأبقع يعني الذي فيه بياض والفأرة والكلب العقور والحديّة وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والحد والحديّة والغراب والكلب العقور لأنها مفسدة ولأنها يحرم أكلها فتقتل في الحل والإحرام وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نميل حدثنا هشام بهذا الإسناد وحدثنا عبيد الله بن عمر القوارير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهر عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدي والكلب العقور وحدثناه وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهر بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد من الزرع وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم الغراب والحداء والكلب العقور والعقرب والفأر وحدثني زهير ابن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأر والعقرب والغراب والحداء والكلب العقور وقال ابن أبي عمر في روايتي في الحرم والإحرام حدثني حرملة ابن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحداء والفأر والكلب العقور حدثنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأر والعقرب والحداء والكلب العقور والغراب حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوان عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنه كان يأمر بقتل كلب العقور والفأر والعقرب والحدي والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا أي ولو كان يصلي يجوز أن يقتل هذه الفاسق وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداء والعقرب والفأر والكلب العقور وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا بن جري قال قلت لنافع ماذا سميت ابن عمر رضي الله عنهما يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله رضي الله عنهما سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحداء والعقرب والفأر والكلب العقور وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم جميعا عن نافع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر حاء وحدثنا بن نميل حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء وحدثني أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب حاء وحدثنا بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحي بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريد ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بن جريد وحده وقد تابع ابن جريد على ذلك ابن إسحاق وحدثنيه فضايل بن سهل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قُتل منهم في الحرم فذكر بمهره وحدثنا يحي بن يحياء ويحي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحي بن يحياء أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ذينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتل هن وهو حرام أي محرم فلا جناح عليه فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأر والكلب العقور والغراب والحدي واللفظ ليحي بن يحي وحدثني عبيد الله بن عمر القوارير حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب حا وحدثني أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب قال سميت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي أي مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قال القوارير قدر لي يعني أوقد النار وعليه قدر ليطبخ وقال أبو الربيع برمة يعني قدر لي والقمل يتناثر على وجهي القمل يتساقط على وجهي لكثرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذيك هوان مراسك أن يؤذيك القمل قال قلت نعم قال فاحلق إن كان محرم فقال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شات أو انسك نسيك قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ لأن حلق الشعر من محضورات الإحرام فإذا احتاج إلى حلق الشعر يحلق وعليه فذية إما أن يذبح شات ويقسمها على الفقراء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نص صاع كيلو ونص حلق الشعر من محضورات الإحرام فإذا حلق الشعر وهو محرم عليه فذية حدثني علي بن حجر السادي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علي عن أيوب في هذا الإسناد بمثله وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجر رضي الله عنه قال في قضية أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال أدنه أي أقرب فدنوته فقال أدنه أي أقرب فدنوته فقال صلى الله عليه وسلم أي أذيك هوامك أني أذيك القمر قال ابن عون وأظنه قال نعم قال فأمرني بفذية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر أني مخير أي واحدة من الثلاثة إما يذبح زبيحة يقسمها على الفقراء ولا يأكل منها شيء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ورص وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال سميت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلة حدثني كعب ابن عجرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت أي يتساقط قملا فقال أي أذيك هوامك قلت نعم قال فحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق مكيال بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر أيض بحشات قسمها على الفقراء وحدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر يعني كعب بن عجرى يوقد النار تحت قدر يطبخ والقمر يتهافت على وجهه فقال أي أذيك هوامك هذه قال نعم قال فحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة أصع مكيال يشع فيه ثلاثة أصع التسع لهذه أصع أوصم ثلاثة أيام أوينس كنسيك قال ابن أبي نجيح أوينب حشات حدثنا يا حيبن يا حياء أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام مرأسك أي القمل قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسك ثم اذبح شاتا نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبا عن عبد الرحمن بن أصبهان عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت فيي أي في قصتي كان بي أذن من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى ما كنت أرى أن الجهد أي المشق بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال صوم قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزلت فيي أي في شأن خاصة وهي لكم عام الحكم عام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن زكرياء بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني حدثني عبد الله بن معقل حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدع الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك أي شاد تذبح قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة هذا الحكم عام لكل من حلق رأسه وهو محرم فعليه الفذية إذا كان لعذر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيين عن عمر عن طاوس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم الحجام علاج دواء فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وهو إخراج الدم من الجسد الحجام فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال النووي رحمه الله وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجام في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر فإذا حتى احتجم وقطع شيئا من الشعر تلزمه في ذية حلق الشعر يذبح شهاد أو يصل ثلاثة أيام أو يطعم ستة بساكي هذا إذا قطع الشعر لأجل الحجام أما إذا أراد المحرم الحجام لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها إذا لم يحلق الشعر ليس عليه شيء الحجام جائزة فالحجام علاج للمرض فيجوز للمحرم إلا إذا حلق شعره من أجل الحجام فعليه الفذية الذي تقدم بيانها ذبح الشاد أو صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين إذا كان محرم فحدثنا أبو بكر من أبي شيبة حدثنا المعل بن منصور حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه فإذا حلق فإذا حلق الشعر عليه الفذية وإلا إذا لم يحلق الشعر ولا شيء عليه حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اسم مكان اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اسم مكان اشتد وجعه فأرسل إلى أبان ابن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر الصبر نوعا من العلاج أي ضع الصبر في العين فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر يعني يضع الصبر في عينه علاجا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد السمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا أيوب بن موسى حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمد تعينه أي أصابه الرمد في عينه فأراد أن يكحلها فانهاه أباني بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر الكحل لا يجوز للمحرم لأنه زينة والمحرم ممنوع من الزينة ولكن يضع الصبر صبر دوى يضعه في العين وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقطيبة بن سعيد قالوا وحدثنا سفيان بن عيين عن زيد بن أسلم حاء وحدثنا قطيبة بن سعيد وهذا حديث عن مالك بن أنس فيما قلئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور من مخرمة رضي الله عنهما أنهما اختلفا بالأبواء اسم مكان فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحر مراسل وقال المسور رضي الله عن لا يغسل المحر مراسل فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصار رضي الله عن أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين عن الخشبتين اللتين على البئر وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطاه يعني أرخى الثوب حتى بدى لرأسه ثم قال لإنسان يصب أي يصب الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل يعني المحرم يجوذ أن يغتسل ولكن لا يستعمل الطيب ولا يشد شعره بقوة إنما يحرّكه بسهولة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا بن جريج أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد فقال فأمر أبو أيوب رضي الله عنه بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنه لا أماريك أبدا أي لا أجادلك أبدا أنت عندك علم لا أجادلك مرة أخرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيين عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بئيره فوقص فمات رجل سقط من بئيره فاندق رأسه فمات فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه يعني في الإزار والرداء الذي أحرم فيه وكفنوه وكفنوه في ذوبيه ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه لأنه محرم فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياء فالمحرم إذا مات يغسل بماء وسدر ويكفن في الإزار والرداء ولا يغطى رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياء حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمر بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقصته وقال عمر فأوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بذوبين ولا تحنط رأسه لا تضعو الحنوط وهو الطيب ولا تحمر رأسه لأنه محرم فلا يحنط ولا يغطى رأسه قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمر فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي الله أكبر وحدثني عمر الناقض حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئته عن سعيد بن جبيل أي أخبرني مخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر حماد عن أي فالمحرم إذا مات يغسل بماء وسدر ويكفن في الإزار والرداء ولا يجعل حنوط ولا طيب ولا يغطر أشه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياء الله أكبر وحدثني عمر الناقض قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت أي أخبرت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن ابن جريد أخبرني عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما أي محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقس وقسا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبين ينعزار والرداء ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي الله أكبر وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا بن جريد أخبرني عمر بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام أي محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر يعني في المكان الذي سقط وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قصدته راحلته يعني طرحته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا في هذه الرواية لا تخمر رأسه ولا وجهه فالمحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه إذا غسل وكفل وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياء وحدثني أبو كامل قضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعير أي طرح وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا ملبدا وهو الذي يضع على شعره شيء ليتماسك الشعب وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال بن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقاصته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه يعني لا يغطى رأسه قال شعبا ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه محرم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمع سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل أن يلبي وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كان كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته أي طرحته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشامع نبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباع من تزبير رضي الله عنها فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة أي مريضة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد أي زوجة المقداد رضي الله عنه فالمريض إذا أحرم يشترط يقول اللهم محلي أي مكان تحللي حيث حبستني وفائدة هذا الشرط إذا اشتد به المرض جاز له التحلل ولا يلزمه شيء حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهر عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع من تززبير من عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي أن محلي حيث حبستني وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشاء بن عروة عن نبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثله وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جرين حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جري أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا وإكرما مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة أي جسدها ثقيل وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حبستني قال فأدركت يعني أعانها الله وحجت حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيارس حدثنا حبيب بن يزيد عن عمب بن هرم عن سعيد بن جبيل وإكرما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة رضي الله عنها أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمر حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشتريطي أن محلي حيث تحبسني وفي رواية إسحاق أمر ضباعة رضي الله عنها حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدا قال زهير حدثنا عبدة بن السليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس يعني ولدت بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة يعني بمكان اسمه الشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتهل فالنفساء إذا أرادت الإحرام تغتسل وتهرم وتؤدي جميع المناسك إلا الطواب بالبيت فحتى تطهر فالحائض والنفساء يجوز لهما الإحرام ولكن لا يطفى لا يطفن بالبيت حتى يطرن ويؤدين المناسك حدثنا أبو غسان محمد بن عمر حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل أي تلبي حدثنا يحيى بن يحيى التميم قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمر ثم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا من كان معه هدي من الميقات ساق الهدي وأحرم بالعمر فعليه أن يحرم بالحج مع العمرة يقرن لأن معه الهدي ثم إذا وسل مكة يطوف ويسعى ولا يتحلل إلى يوم النحر قالت قالت فقدمت مكة وأنا حائض عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاضر لم أطوب بالبيت ولا بين الصفا والمروى بسبب الحيض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك أي شعر رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداعي العمرة يعني أمرها أن تحرم بالحج وهي كانت محرمة بالعمرة فتصبح قارنة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروى ثم حلوا الذين أحرموا بالعمرة وليس ما هم هدي طافوا وسعوا وتحللوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم فالمتمتع يطوف ويسعى ويتحلل ثم يوم النحر يطوف طافا لفاذا ويسعى سعي الحج ورشاو وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة وإنما طافوا طوافا واحدا القارن الذي أحرم بالعمرة مع الحج يأتي إلى مكة يطوف ويسعى ويبقى محرم إلى يوم النحر وعليه طوافا لفاذا السعي الأول يكفي يكفي القارن سعي واحد إذا قدم يطوف ويسعى ويبقى محرم إلى يوم النحر فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه يطوف طواف الإفاظة فقط والسعي الأول يكفي لأنه لم يتحلل وأما المتمتع الذي طاف وسعى وتحلل فيطوف ويسعى يوم النحر طواف الإفاظة وسعي الحج وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمره ولم يهدي ما ساق الهدي معه فليحلل يطوف يسعى ويقصر ومن أحرم بعمره وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه يعني ويصير قارن ومن أهل بحج فليتم حجه قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فحلت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفه ولم أهلل بلا بعمره فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن من أبي بكر رضي الله عنهما وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها وحدثني عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهر عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمره ولم أكن سقط الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته يعني يقرن ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا هذا إذا كان معه الهدي قالت فحذت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمره فكيف أصنع بحجتي قال أنقضي راسك وامتشطي وأمسكي عن العمر وأهل لي بالحج قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فأردفني يعني أركبني وراءه فأعمرني من التنعيم وكان عمرتي التي أمسكت عنها حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمره فليهل قالت عائشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر